شنت إسرائيل غارتين جويتين على محيط بلدة بلاط جنوب لبنان ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية نحو المناطق الشمالية في إسرائيل مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها بلوره ذكر حزب الله أنه قصف شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا ردا على إصابة مدنيين شكرا للمشاهدة